اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء الراي الليلة نصلف الضوء في هذه الحلقة على موضوع الحرائق في الكويت التي اصبحت متكررة في الاونات الاخيرة معنا في الاستوديو اللواء مهندس خالد يوسف التركيت نائب المدير العام لشؤون غطاع تنمية الموارد البشرية في الادارة العامة للاطفاء ولكن قبل ان نبدأ الحوار مع ضيفنا الكريم سنشاهد هذا التقرير معنا مرى رمضان الماضي مع تكرار اخبار حرائق شبت في منشآت مختلفة بدءا بمنازل وهي حرائق مبررة شعبيا بوجود ضغط في المطابخ خلال الشهر الفضيل لكن نوعا اخر من حرائق سجلها شهر رمضان الماضي هي حرائق ضخمة شبت في مشاريع منها ما هو حكومي ومنها مشاريع تجارية وعقارية قيد الانشاء حريق في مشروع مبنى بنك الاعتمان اعلنت ادارة البنك لاحقا الحاقه بخسائر تقدر بمليوني دينار وتأخيرا في الانجاز يصل حوالي ستة اشهر كحد اقصى تلاه حريق في مشروع تجاري في قلب العاصمة تنقلت اصوره مختلف وسائل التواصل ووسائل الاعلام لما كان من ضخامة الحريق واستمر مسلسل الحرائق حتى اجازة ايد الفطر التي شهدت حريقا في مشروع توسعة مجمع تجاري اخر كان محدودا كل تلك الحرائق تفتح تساءلات عن سبب تزايدها خلال فترة الصيف حيث تتباين التكهنات بين ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحمال الكهربائية اضافة الى ورود سبب الهمال سيمة في شهر رمضان المباركة حيث الصيام والاعياء لدى كثير من العاملين بين نار الحريق ونار حرارة الجو تلح وجوه خطفت اهتمام الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او وسائل الاعلام هي وجوه لأك الرجال الذين تصدروا للخطر رغم الصيام وحرارة الجو التي تنضوي تحت حرارة الحريق فكانت صورا بطولية حصدت اشادات الجميع حرائق الصيف قضية تستحق البحث بالذات سيمة ان منها على مدى سنوات ما تسبب في تأخير مشارع تنموية وعودى بسلامة رجال نذروا ارواحهم لحفظ ارواحي وامال الاخرين ارحب معكم بضيفنا الكريم اللواء خالد يوسف التركيت اهلا وسهلا فيك في تلفزيون الرعي يا اهلا وسهلا شرف وجودي معاكم اليوم عشان رد على استفساراتكم يعني تكاد تكون اخبار الحرائق روتينية في نشرات الاخبار هذه السنة للأسف نود ان نعرف اسباب اندلاع هذه الحرائق الضخمة والتي ادت الى خسائر مالية ضخمة وإلى تلوث بيئي ما هي اسباب هذه الحرائق وخصوصا التي حدثت في شهر رمضان نعم وهو التقرير المميز اللي تم عرضه قبل بداية اللقاء يعني صلت الضوء على حتى الاسباب هذه الحرائق مسببات الحرائق أو تركيزها في فترة الصيف وانا احب هنا انوه انه ممكن نركز على الصيف اكثر ما ركز التقرير او ربما صادف رمضان فترة احنا احصائيا تعتبر اعلى نسبة حرائق فيها نعم احنا في الدارة العامة الاطفاء لدينا احصائيات موثقة لسنوات عديدة مضت هذه الاحصائيات توضح وتبين بان الحرائق في الاشهر ما قبل شهر ماي اللي هو شهر خمسة وما بعد شهر تسعة سبتمبر نعم هي في حدود من ميتين الى ميتين وخمسين حريق شهريا نعم تزداد هذه الحرائق بدءا من شهر مايو شهر خمسة شهر مايو تبدأ بالازدياد لتصل الى اقصى حد وهو شهر سبع الحاليا نحن فيه وهو جولاي لتصل الى ما يقرب من اربعمة حريق خلال شهر سبع وهذه الاحصائية او هذا الرسم البياني اللي يوضح عدد الحرائق الموزعة شهريا تقريبا هي ثابتة سنويا وذلك بسبب شدة الحرارة اللي ينتج عنها ازدياد في الحمل الكهربائي وما يتعلق بالتماس الكهربائي وزيادة الاحماد الكهربائية بالاضافة الى درجات الحرارة العالية اللي تكون سبب مباشر في وجود حرارة عالية تساعد في اندلاع الحريق اذا تعرضت الاخشاب او غيرها من المواد القابلة للاشتعال في ظل هذا الجو في ظل الحرارة العالية نعم ولكن سعادة اللوة بعض المشككين يقولون ان اسباب هذه الحرائق بفعل فاعل والدليل عندهم ان اغلب الحرائق في مباني قيد الانشاء وفي ايام العطل شنو سر الحرائق في العطل طبعا الحرائق في المباني قيد الانشاء لا تتعدى سنويا نسبتها من عموم الحرائق واحد بالمئة واقل من واحد بالمئة عدد الحرائق سنويا يصل الى 3500 حريق في مختلف سواء المباني السكنية او الاستثمارية او الماكن المكشوفة او من ضمنها المباني قيد الانشاء المباني قيد الانشاء تصل في بعض السنوات بحد اقصى الى 30 حادث حريق خلال السنة الحادث يمكن الكلام اللي اتفضلت فيه هو نتج من الحوادث الاخيرة الحوادث الاخيرة هو حادث حريق مبنى بنك الاعتمان اللي في جنوب السرة وحريق مشروع برج العاصمة في منطقة شرك في مدينة الكويت طبعا حريق بنك الاعتمان او مشروع بنك الاعتمان صحيح كان يوم جمعة ولكن كان فيه عمالة موجودة في الموقع وكانت اسباب الحريق واضحة بالنسبة لنا وتم تبيانها وتأكيدها ما هي الاسباب؟ كانت الاسباب نتيجة اعمال قص ولحيم في الحديد اللي ينتج عنها لهب او شرار من جراء هذا القص واللحيم وطبعا احنا نعتقد ان نتيجة عدم اخذ الاحتياطات الكافية من قبل المقاول وعدم تفعيل دور الامن والسلامة في موقع الحريق نتج ان وصول هذا مصدر الحرارة الى الاخشاب الموجودة ومخلفات او مواد قابل الاشتعال ادى الى الحريق هذا بالنسبة لحريق جنوب السرة جنوب السرة والحريق الثاني الحريق الثاني اللي هو في مشروع برج العاصمة حريق صحيح ايضا تم في يوم اطلة ولكن نقدر نعتبرها اطلة فعليا لان فعلا كان الموقع خالي من العمالة ولا يوجد فيها عمالة وجاري حتى الان دراسة اسباب الحريق يمكن بعض الناس تتوقع ان ممكن الادارة عامة للاطفاء او الجهات المختصة ان تعلن سبب الحريق مباشرة اثناء الحريق هذا ما يؤخذ على الادارة العامة للاطفاء بانها لا تصرح مباشرة للرأي العام عن اسباب الحريق ودائما تتأخر في التقارير لماذا؟ لا هو غير صحيح يعني هو طبعا سبب الحريق يعني الوصول له والتأكيد عليه ليس بالامر اللي ممكن يتم خلال فترة بسيطة اولا في بداية الحريق او اثناء الحريق الادارة عامة تكون مجهولة باطفاء الحريق واثناء الحريق من الصعب ان يتم استبيان او دخول ضباط المختصين عندنا في دراسة اسباب الحريق الى موقع الداخل للنار هذا يتم بعد انتهاء الحريق ومن ثم احنا نبدأ ندرس اسباب الحريق دراسة فنية دراسة علمية احنا لدينا مختبر متخصص في وحدة تحقيق اسباب الحريق يتم من خلالها اخذ عينات ويتم دراسة حركة الحريق ومعرفة بدء الحريق موقع بدء الحريق ومن ثم يتم التأكد من اسباب الحريق ومن ثم هذه المعلومات يتم تداولها مع الاخوة المختصين في وزارة الداخلية سواء في الجهات الامنية او الادارة عاملة للتحقيقات للوصول الى السبب الحريق في بعض الحرائق يكون من السهل الاعلان عن سبب الحريق حال اكتشافه خلال ايام ولكن بعض الحرائق مثل الحريق برج العاصمة يعني حتى الان لم تصل ادارة عن اطفاء مع الجهة مختصة الى السبب الحريق او السبب اللى ادى الى بداية الحريق اما في بنك الاعتمان تم الاعلان عن سبب الحريق الحريق الثالث اللى تم اللى هو في احد المجمعات التجارية في المشروع كان يوم خميس ما كان يوم اطلة وكان ايضا حريق محدود ولكن ايضا من طبيعة الناس انه اذا حدث حريق وصلط عليه اعلاميا خلال فترة بسيطة تبدأ هنا التساؤلات سريعا في تحديد الموعد او في الظنف في اسباب الحريق ولكن ادارة عن الاطفاء حريصة من خلال احصائياتها ودراستها واعلانها ان توضح الامر بشكل واضح واحنا لدينا احصائية متداولة موجودة في موقع الادارة عن الاطفاء ومتوفرة للدارسين والحبين على اطلاع على كافة البيانات خلال السنة الميلادية من دراسة اسباب الحريق واماكن الحريق والمسببات الرئيسية وطبعا هنا نتكلم عن الحرائق والحوادث ايضا طيب اذا احد اسباب الحريق او سبب الرئيسي على الاقل في حادث بنك الاعتمان ليش ما تحذر ادارة العامة للاطفاء الشركات الكبرى من المشاريع الكبيرة في الصيف يعني ليش ما تحذرهم او تنبههم لمعايير السلامة والامن نعم طبعا الادارة عامة لاطفاء لها دور فالموضوع وجهات اخرى لها ادوار اي مشروع انشائي سواء كان صغير او كبير من خلال العقد المبرم ما بين المالك والاستشاري والمقاول هناك اشتراطات امن وسلامة ولما نقول اشتراطات امن وسلامة نتكلم عن المفهومها العام اللي تأمن المستوى الامن للعامل اللي يعمل في الموقع وتوفر لها اعمال سلامة لها في الموقع وكذلك تضمن الحماية من الحوادث سواء كانت حريق او حوادث خاصة بعمال بناء فهذه الاشتراطات مسؤولة عن تطبيقها ضابط امن وسلامة يجب ان يكون متواجد لدى المكتب الاستشاري وكذلك لدى المقاول وايضا في دور للاطفاء في متابعة المشاريع تحت الانشاء وايضا دور لبلدية الكويت عندما لمست الادارة من خلال المشروع من خلال بعض المشاريع وجود خلل في تطبيق تلك الاشتراطات قامت بعد الحريقين اللي حدثوا او ثلاث الحرائق بالاجتماع مع بدلية الكويت ممثلة في مديرها العام وايضا مناقشة تلك الاسباب وما يمكن ان يتخذ من سبل للتقليل منها وحماية المشاريع من مخاطر الحريق وايضا قامت الجهات المختصة في قطاع الوقاية بعقد اجتماعات مع المكاتب الاستشارية بممثلة باتحاد المكاتب الاستشارية للتأكد من قيام المكاتب الاستشارية والمقاولين باتخاذ الاجراءات اللازمة للحماية تلك المواقع من الاخطار الحريق او الحوادث نعم تفضلت قبل شوي وقلت يعني في مثلا بالرأي العام في مواقع التواصل الناس تتكلم وتفسر الحرائق اللي صارت يمكن تفسير الناس هذا مبني على التاريخ الطويل لحرائق جامعة الاشدادية والبطل مجهول الى الان الحرائق جامعة الاشدادية يعني الحريق الاخير اللي يمكن هم اخذ زخم اعلامي وايضا هو من ضمن الاعداد اللي تفضلت فيها كان حريق في شاله غرفة صغير خارج موقع المباني يستخدم من قبل العمالة اللي موجودة وكان حريق يعني محدود ولكن الموقع هو اللي اعطى يعني هذا الزخم الاعلامي او تساءلات الناس ويمكن بعض الفيديوهات اللي تم تداولها عن او اللي يراها الانسان او الناظر العام للموقع الحريق انها ممكن تكون لأسباب فعل فاعل من ضمنها تكرر في حادث بنك الاعتمان وفي مشروع برج العاصمة ووجود اكثر من موقع حريق خلال المشروع او حوالين المشروع ان هذه يعني ممكن تكون دلائل على انه فعل فاعل احنا نقول ان احنا بوجودنا بهالمواقع الرياح اللي كانت موجودة على سبيل المثال في برج العاصمة وتطاير الشرار الناتج على النار وتطاير بعض المواد او المخلفات اللي مشتعلة بسبب الرياح وانتقالها من موقع الى اخر هي السبب الرئيسي في انتقال هالحريق في مشروع برج العاصمة اذا كان الناظر يعني فسر او المسجل الفيديو فسر انه والله وجود مهملات قريبة من المشروع تبعد مئات الامتار من المشروع هي يعني دليل على وجود فعل فاعل فاحنا نقول ان النار انتدت الى 6 الى 8 مواقع مختلفة حوالين المشروع وكان هذا تحدي لرجال الاطفاء انه وقيادة الحريق انه يسيطرون على عدم انتشار الحريق للمباني المجاورة فالحريق وصل الى بعض العمارات وبعض الشقق السكنية اللي خارج موقع المشروع وايضا وصل الى الاشجار الموجودة في المقبرة اللي هي تقريبا جنوب المشروع اللي تبعد في حدود كيلو طبعا السبب سرعة وصول اللهب الى الاماكن هذه هو الريح وسبب اشتعالها هو درجة الحرارة العالية لتأدي الى الجفاف الاججار والاخشار فكلها مبررة ومفسرة يعني حسب لي افهمها من كلامك ان تقريبا يعني تنفي نفي قاطع ان تكون هذه الحرائق بفعل فاعل الحريق بين كل ائتمان نعم يعني احنا متأكدين ان سبب الحريق ليس بفعل فاعل عموم الحرائق احنا فيه الاحصائية لو رجعنا الى احصائيتنا الاحصائية التي تعلنها الادارة العامة للاطفاء للملأ وموجودة فيه ونقوم بتوزيحها لأجهزة الدولة مختلفة دراستها فيه حرائق يتكون بفعل فاعل احنا في 2016 رصدنا 409 حوادث مو بفعل فاعل بقصد شيء بها جنائية ولكن متعمدة او نتيجة خطأ بشري او بفعل فاعل سواء كانت مقصودة او غير مقصودة منها في حدود 30 حريق كانت مقصودة يعني لتغطية جريمة معينة او لغرض معين في شبهة جنائية ويتم احالتها من خلال ادارة العامة للاطفاء والادارة عامة للتحقيق حتى للأجهزة القضائية للتحقيق فيها فما نقدر نقول ان ما في حوادث بفعل فاعل ولكن اذا كانت فاحنا رح نعلن هالشيء تقولون عادة يعني اذا خار هي عادة نعلن وموجودة في احصائيتنا وتقاريرنا ويتم التعامل معاها قضائيا نعم حتى يعني تردون على اللي يؤمنون بنظرية المؤامرة بان هناك شركات تأمين وراء هذا الحدث يعني تردون عليهم بالضطح حتى لو في احد وراء هذا المشروع صحيح يعني خلال السنوات هناك حرائق تمت بفعل فاعل لغرض التأمين وتم يعني التعامل معاها وصرحته وصرحنا وتم اتخاذ اجراءات مع سواء المالك للمشروع او المالك للمصنع او الورشة او غيرها وفي حرائق تمت بفعل فاعل لتغطية جريمة معينة في حرائق تمت لسيارات لتغطية سرقة سيارات هذا الحرائق طبعا احنا لندور فيها فني في اسباب الحريق ويتم التعامل معاها من خلال اجهزة المختصة في وزارة الداخلية وتاخد طريقة تنتهي بتأكيدها الشيء او عدم تأكيدها لان الادارة عمل اطفاء من خلال دراستها الالمية لأسباب الحريق تكون يعني تعتقد ان الحريق هذا كان نتيجة يعني فعل فاعل او نتيجة يعني تماس كهربائي او غيرها ولكن الحرائق الاخيرة اللي تمت احنا نؤكد ان حتى الان ليس لدينا اي دليل عنها فعل فاعل بل بالعكس في حرائق منها واضح ان هي ليست فعل فاعل ولكن الاسباب واضحة وموجودة عندنا وتتم بناء على دراسة من مختصين ومن عندنا مختبر من اخذ عينات والتأكد من اسباب الحريق نعم يعني لا سمح الله يعني نشوف احنا عادة في الحرائق الكبرى تعلن ادارة الاطفاء بان هناك خمس فرق ذهبت الى موقع الحريق يعني احيانا سبع فرق لا سمح الله اذا حدث حريق ضخم في موقع وفي نفس الوقت حدث حريق اخر في مبنى مؤهول بالسكان هل بامكانية الادارة العامة للاطفاء ان تخمد الحريقين في آن واحد طبعا الادارة عامة للاطفاء نحن لدينا اربعين مركز اطفاء منتشرة في دولة الكويت من شمالها الى جنوبها من شرقها الى غربها ولدينا مركز اسناد يعني لاسناد تلك المراكز وقت حالات الكبرى الحوادث الكبرى من خلال كم من الاليات ومن رجال الاطفاء الموجودين في مركز الاسنان عندما يتم استدعاء مراكز اطفاء العدد التي تفضلت فيه في حريق برج العاصمة مشروع برج العاصمة وصل عدد المراكز تم استدعاءها الى 12 مركز اطفاء يتم استدعاءها بطريقة جغرافية متباعدة حتى نحافظ على التغطية في المراكز فلا يتم استدعاء كافة المراكز من نفس المنطقة على سبيل المثال احنا في المنطقة الجنوبية او في محافظة الاحمدية لدينا في حدود 9 مراكز فلا يتم استدعاء كافة هذه المراكز لا يقدرها وكان الحريق في منطقة الاحمدية ولكن يتم الاستعانة بمراكز متفرقة على مستوى دولة الكويت يعني هناك امكانية كبرى لتغطية الحوادث لدينا مراكز في طرق السفر وفي مناطق الحدودية هذه المراكز عليها ضغط خفيف في الحراق ولكن موجودة لمواجهة اي حادث هذه المراكز يتم الاستعانة بمراكز على سبيل المحافظة حولي فيها مجموعة مراكز مركز حولي السالمية السالمية الجنوبي فلا يتم استدعاء كافة هذه المراكز من نفس المحافظة ولكن يتم استدعاء بعض هذه المراكز والمحافظة على مراكز تكون مسؤولة عن تغطية المنطقة وعدم كشف المنطقة بشكل كامل نعم سنكمل هذا الحوار مشاهدينا ولكن بعد هذا الفاصل رجعنا معاكم مشاهدينا لاستكمال الحوار مع اللواء المهندس السيد خالد يوسف التركيت قبل الفاصل طمتنا والحمد لله انه فيه امكانية لاخماد حريق لا سمح الله في اكثر من موقع بالكويت بس ابي اسأل ما هو عدد القوة البشرية في الادارة العامة للاطفاء حاليا احنا اذا تكلمنا عن مراكز الاطفاء عددها 40 مركز الاطفاء سواء مراكز الاطفاء نسميها في المناطق السكنية او البرية او مراكز الاطفاء البحرية عددها 3 او حتى مراكز اطفاء المطار لعددها 2 احنا نتكلم عن قوة المراكز بحدوث 3500 رجل اطفاء بالاضافة الى 700 رجل اطفاء من العاملين في الادارات المختلفة احنا دينا طبعا قطاعات اخرى قطاع الوقاية قطاع تميتر البشرية قطاع الشئون المالية والادارية قطاع الشئون الهندسية هذا الايضا فيهم من الضباط والعاملين اللي هما نعتبرهم الادارات المساندة والخدمية لقطاع المكافحة قطاع المكافحة وهو القطاع الاساسي او اللي يواجه بشكل رئيسي الاخطار ومسؤول عن المكافحة في حدوث 3500 رجل اطفاء موزعين على 40 مركز اطفاء في رؤية عندكم لزيادة مراكز الاطفاء صحيح احنا الخطة الخمسية دائما فيها مشاريع ومراكز جديدة ويتم تحديدها بناء على المناطق السكنية الجديدة بناء على التوسع الامراني على اي اساس يتم اختيار المكان احنا دائما في دراسات ندرس الوضع الحالي والوجود اي قصور وذلك من خلال ان كل مركز اطفاء يجب ان يغطي المنطقة اللي تخصها في حدود من 5 الى 10 دقائق يعني لدينا رقم قياسي يجب ان نحققه من خلال تغطية هذه المراكز للمناطق اللي تغطيها ففي دراسة مستمرة على وضع المراكز الحالية ومدى تغطيتها المناطق السكنية وفي حال انشاء اي منطقة سكنية جديدة يتم دراسة تغطيتها والموقع المناسب لمركز الاطفاء عشان يغطيها بشكل سريع نعم على ذكر الوقت يعني الوقت اللي تاخذونه لاطفاء حريق ما يعني اخر حريق في سوكشارك تقريبا مو سوكشارك عفوا في المجمع ساعة ونص هل انت راضي على هذا الوقت يعني هل يعتبر الوقت هذا قياسي يعني نسبة الى حجم الحريق الحريق يعني احنا نتعامل مع الحريق بنوعية الحريق يعني لما انا اتكلم عن عمارة سكنية فيها سكان يختلف التعامل معها ويختلف حتى تعامل رجل الاطفاء لان هناك ارواح داخل المبنى ويجب انقاذهم ويجب اخلاء المبنى والسيطرة على الحريق باسرع وقت لان هناك يعني بشر في هذا المبنى فهنا يكون تحدي الوقت لان الوقت هنا ليس فقط لاطفاء حريق ولكن لانقاذ مواطنين او مقيمين داخل المبنى في الحرائق الكبيرة مثل حريق المشروع التجاري اللي كان منتشر في مباني قيد الانشاء ولا يوجد فيها خطورة على او لا يوجد فيها ناس داخل المبنى كان الهدف من عملية المكافعة هي حماية المباني المحيطة بالمشروع قبل الاطفاء وعملية الاطفاء جزء منها يتم تلقائي لانه هي مواد قابلة الاشتعال او اخشاب تتآكل وتنتهي ولكن كان التحدي هو حماية المباني المحيطة بسبب الريح الشديدة كان هناك خطورة وبدأ بالفعل انتشار النار الى مباني مجاورة فكان تحدي كبير ان رجال الاطفاء يحمون هالمباني ويحمون المواطنين المقيمين اللي الساكنين في المباني فيعتبر بالنسبة لنا الوقت اللي تم اخذ في اطفاء الحريق وقت كان يعني مناسب حسب حجم الحريق ونوع الحريق وخطورة الحريق نعم غير الوقت يعني شين المعوقات اللي تواجه رجال الاطفاء عادة هو طبعا المعوقات اللي في المباني اللي تحت الانشاء تكون ان يعني دخول داخل محيط المشروع يمكن فيه صعوبة لانه فيه حفريات وفيه يعني مواد انشائية وغيرها بخلاف المباني السكنية اذا كانت مباني سكنية او مباني استثمارية طبعا محيط المبنى يجب ان يكون يعني خالي من المواقف او وقوف السيارة بشكل خاطئ او تسكير الشوارع او تسكير عشان تريد نشوف رجال المرور يعطيهم العافية دائما حول الحادث يعني طبعا هم مساعدين رئيسيين لنا في حال حدوث حادث لان نتجمهر الناس ايضا احنا عندنا مشكلة تحب الناس للمشاهدة خصوصا مع الاسناب الحين يعني بس مباشر فكل هذول ممكن يكونون عائق ولكن الحمد لله يعني بالفترة الاخيرة يعني التعاون بيننا وبين جهات مختلفة سواء رجال الشرطة او الاسعاف يعني على مستوى كبير من التعاون ويوفرون لنا الجو المناسب لرجل الاطفاء ان يستطيع ان يصل للحريق بشكل جيد ويقاوم الحريق نعم يعني جهودكم واضحة في سلك الاطفاء من سبعين سنة في خدمة الوطن تحت شعار حماية الارواح والممتلكات رغم يعني خطورة العمل هذا في اقبال على هذا العمل من قبل الشباب نعم يعني احنا لاحظنا بالفترة الاخيرة وفي السنوات الاخيرة ان هناك يعني تطور في نظرة المجتمع لرجل الاطفاء وحب تلك المهنة في اقبال ونحن يعني في الادارة عن اطفاء لما نعلن عن دورات الاقبال اللي يتم ساعات يعني نخجل من البعض اللي ما يتوفر فيه الشروط اللازمة اللي يدخلها الدورات نغم انه يعني نقرأ في عونهم ومن خلال رغبتهم في الاتحاق بسلك الاطفاء ويعني هذا شيء يعني اكيد زرع رجل الاطفاء من خلال تعامله مع الحوادث المختلفة فاكيد رب الاسرة اللي رجل الاطفاء انقذ ابناءه او صاحب الملك اللي رجل الاطفاء انقذ ملكه من الحريق اكيد هذا الانسان او صاحب او ربها الاسرة او صاحبها الملك ينظر الى رجل الاطفاء بانه يعني ساهم في انقاذ ارواح ومتلكات فرجل الاطفاء له مكانه يتعامل مع الامور بشكل انساني يعني هذه المهنة هذه ما فيها واسطة طبعا على حسب الشروط المتوفرة فيه أي تقصدين في القبول في القبول يمكن احنا قاعدين نغطي اليومين اللي فاتوا الإجراءات القبول احنا عندنا يعني كفاءة المتقدم لهذه الدورة مهم لأنه راح يعمل في مجال يتطلب يعني جسمانيا يتطلب لياقة عالية يتطلب أيضا ذهنيا يتطلب يعني مهارات عالية لأنه راح يتعامل مع أخطار وحرائق وعمليات إنقاذ أرواح وامتلكات فيجب عليها أن تتوفر فيها هذه الأمور وحنا الحمد لله يعني من خلال الطلبات اللي تقدم من خلال اختبارات كلها تتم بمساعدة الأجهزة الإلكترونية فمثلا عملية الوزن والطول تتم بأنظمة إلكترونية تسجل تلقائيا في أنظمة الكمبيوتر ويقوم الجهاز باستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط عملية الاختبارات السباحة واللياقة البدنية تحت إشراف جهات مختصة وكلها مسجلة ومصورة للتأكد من التوافق الذهني العضلي للمتقدمين لهذه الدورة وهناك اختبار قدرات يتم من خلال هيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للتأكد من مستوى العلمي رجل أطفاء مهنة رجل أطفاء لأن أصبحت مهنة متطورة لديها أو تتضمن من العلم ليطلب أن رجل أطفاء يحصل على علوم في مجال الكيميا والهندسة وغيرها من العلوم المرتبطة بعمله وبالمخاطر اللي يواجهها في موقع الحريق نعم بما أنك مسؤول قطاع تنمية الموارد البشرية تسوون دورات خصصية لتطوير العنصر البشري؟ نعم نحن في الإدارة مع أطفاء بخلاف الدورات الخاصة بالتعيين في رتب الإطفاء المختلفة هناك دورات أثناء العمل طبعا رجل الإطفاء لكي يترقى من رتبة الأخرى يجب أن يجتاز دورة وهذه الدورات يتم وضحها بناءنا لحاجة كل رتبة وعلى حاجة الخبرات المطلوبة في كل رتبة وبمرور سنوات الرجل الإطفاء يجب أن يتلقى مناهج معينة وهذه المناهج كلها تم تحديثها من سنتين وبناء على أعلى المستويات العالمية وأيضا دورات المتخصصة في مجال التخصص لدينا مراكز متخصصة لدينا مركز متخصص في المواد الخطرة ومركز متخصص في الإنقاذ الفني ومراكز المطار والبحرية وكلها الجوانب تطلب دائما دورات سنوية في هذا المجال من خلال ابتعاث رجال الإطفاء للخارج لكسب بهارات في مجالات أو من خلال استقطاب مدربين متخصصين من دول العالم لإعطاء تلك الدورات في مركز إعداد رجال الإطفاء لكي ننقل العلم والمعرفة المتطورة دائما لرجل الإطفاء نعم سنذهب إلى هذا الفاصل مشاهدينا وسنعود مستمرين معاكم بالحوار مع اللواء المهندس خالد يوسف التركيت عن موضوع الحرائق في الكويت قبل الفاصل تكلمت عن تطوير العنصر البشري من الرجال طبعا ماذا عن مشاركة العنصر النسائي في الإطفاء؟ نعم إذا تكلمنا عن عنصر البشري في الإدارة عامة للإطفاء لدينا طبعا كادر رجال الإطفاء وعندنا كادر الخدمة المدنية لتعين عليه الموظفين المدنيين من غير رجال إطفاء في الجانبين المرأة موجودة كادر عام من النساء العاملات في مجالات مختلفة في كافة المجالات الموجودة في الإدارة عامة للإطفاء استثناء يمكن مجال المكافحة ليتطلب العنصر الرجالي لأنه يتعرض لأخطار ويتعرض ليواجه من الحرائق ومن المتطلبات لطلب بنية جسمانية وقدرات عالية أما المجالات الأخرى فهنا 있잖아요 موجودة في الشئون المالية في الوقاية في الشئون القانونية في الوظيف الإدارية في الوظيف الإدارية والمحاسبية والقانونية والهندسية وهناك لدينا أكثر من مديرة في إدارة عام للإطفاء يتولينا إدارات مختلفة في الإدارة عام للإطفاء إذن يعني إلي كادر الإطفاء فهناك تم قبول دفعة من الإطفائيات منذ أكثر من خمس سنوات من ست سنوات تقريبا ويعملنا في مجال التفتيش الوقائي في قطاع الوقاية وهنا يعني يتخصصنا في موضوع التفتيش على المشاريع المختلفة وبالأخص المشاريع المرتبطة بالنشاط النسائي مثل الأندية والصالونات وغيرها من والأعراس وصالات الأفراح يعني التأكد من تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والشروط الوقائية والآن لدينا من خلال الإعلان اللي تم للدورات الحديثة أيضا الإعلان عن دورة تم طلب العنصر النسائي لتقطية موضوع التفتيش الوقائي بشكل عام وتأهيلهن لكي يكونوا يعني بجانب زملائهم العاملين في قطاع المكافحة ولكن في مجال التفتيش الوقائي نعم طبعا شفنا إحنا صور مؤثرة لرجال الإطفاء يعطيهم العافية اللي يعني انجرحوا أو تمت إصابتهم ومنهم إصابات خطيرة جدا شيني أنواع الإصابات عادة في هذه الحرائق؟ نعم إحنا يعني لدينا من خلال رصد الإحصائيات والإصابات المختلفة إصابات يمكن العدد الأكبر هي مرتبطة بالإجهاد الحراري وبالتعرض للأدخنة وهذه إصابات يعني تكون خفيفة يعني مجرد إجهاد حراري ونتيجة تعرض رجل الإطفاء لحرارة عالية ومجهود عالي من الممكن أن بعد فترة زمنية معينة يتعرض للتعب أو الإجهاد الحراري وهذه محصورة وإن كانت هي النسبة الأكبر من الإصابات ولكنها محصورة بعدد محدود من رجال الإطفاء الجانب الآخر هو الحوادث التي تفضلت فيها اللي ممكن أن يتم بسببها يعني دخول رجل الإطفاء إلى المستشفى أو تلقي علاج أو إصابات نعتبرها إصابات بليغة هذه يعني إصابات فردية خلال السنة وهي نتيجة يعني المخاطر غير متوقعة لأن رجل الإطفاء عندما يذهب إلى حريق الحريق هذا ممكن تكون في مواد متفجرة يعني مواد متفجرة لا يعني بمعنى أسلحة ولكن الأصباغ وبعض المواد ممكن تؤدي عن انفجار المشروع أو المبنى ممكن يكون في أماكن هابطة أو حفريات أو يعني مختلف الأخطار ممكن سقوط بعض المواد أثناء الحريق كل هذه الأمور معرض لها رجل الإطفاء ولكن بسبب أخذ حتياطات الأمن والسلامة وبسبب أن لبس رجل الإطفاء يقيه من تلك المخاطر فهي جدا محدودة وفردية يعني خلال السنة تقريبا كم رجل الإطفاء أصيب؟ إذا تكلمنا عن خلال السنة في حدود مئة إصابة فأغلبها إصابات بسيطة ولكن الإصابات البليغة لا تتعدى إصابة إلى صابتين سنويا طيب والتابعون طبعا هو يروح على حساب وزارة الصحة أكيد إذا تطلب يعني إحنا الحمد لله لدينا تعاون مع وزارة الصحة بروتوكول مع وزارة الصحة لعناية برجل الإطفاء عناية خاصة في حال دخوله أحدى مستشفيات الحكومة ويتم المتابع من خلال الجهات المختصة عندنا في العلاقات العامة وفي وحدة السلامة وحدة مرغبة السلامة في الإدارة عامة الإطفاء ولكن إذا تطلب الأمر أن يرسل إلى الخارج فالحمد لله يعني يتم رعايته من خلال التواصل بين الإدارة عامة الإطفاء فلديه القدرة أن في حالة رغبته مراجعة المستشفيات الخاصة أن يتم تغطيته من خلال هذا التأمين يعني ما يواجه مثلا نفس المواطن العادي مثلا مع مقاتل علاج بالخارج يعني سهلون له كل الأمور من موافقة ومن مرافقة الأمور تكون مسهلة وفي استعجال فيها حسب حالته ولكن في حال وجود سبب طبي يتطلب هذا الشيء ولكن الإجراءات طبعا تتم بسهولة إذا كان حالة ممكن العلاج داخل الكويت أو حالة صحية غير قابلة أن إرسال الخارج يتم علاج المستشفيات تحت رعاية خاصة والبعض يختار أن يذهب إلى المستشفيات الخاصة أيضا في حال ذهاب المستشفيات الخاصة أو نقله إلى المستشفيات الخاصة يتم تغطيته من خلال التأمين الصحي اللي تقوم فيه الإدارة عامة للإطفاء بالتعاقد مع شركات التأمين لتغطية علاج رجل الإطفاء سواء في حالة الخطر في حالة الطوارئ أو في الحالات الطبيعية فمثل ما نعرف التأمين الصحي في حال وجود حالات طارئة يتم تغطيته لغاية عشر تلاف دينار سنويا وإيضا في الحالات العادية والعلاجات العادية في أعمال تغطية متفرقة لكافة أنواع الأمراض والعلاجات نعم ما هي أنواع الدورات التي تقدم للرجال الإطفاء طبعا إذا كنت تقصدين الدورات الحديثة للتعيين فهناك دورة نطلب دائما سنويا بناء على حاجة الإدارة سواء لتغطية المراكز الحديثة خلال الخطة الخمسية وأيضا لتغطية النقص الذي ينتج عن التسرب وعمليات التقاعد الطبيعية يتم تحديد العدد المطلوب سواء من ضباط مكافحة من ضباط وقاية من ضباط بحرية يعني نحن عندنا مجرات مختلفة للضباط وأيضا من خلال ضباط الصف العاملين في مختلف الرتب سواء رقيب أو وكيل عريف فهذه السنة عندنا دورة لضباط إطفاء يتم دراسة رجل إطفاء بين مركز إعداد رجال الإطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للحصول على دبلوم هندسة إطفاء تؤهله للأمل في مجال المكافحة والوقاية من الحريق وكذلك في مجال البحري وهذه الدراسة مدفقة وهذه الدورات كلها على أسس حديثة طبعا يعني كل ما توصل لها العلم الآن في هذا المجال نتكلم دورة ضباط يحصل على دبلوم هندسة إطفاء هذا يعتبر تطور على أحدث البرامج الموجودة عالميا وهذه المناهج تم اعتمادها من منظمة المنظمة الأوروبية لعلوم الإطفاء وكليات الإطفاء وتم وضع منهجها بالتعاون مع هذه المنظمة يلتحق الطالب لمدة ثلاث سنوات يدرس مواد علمية من خلال الجهاز العلمي يعني الدورات هذه عملية ونظرية عملية وعلمية ونظرية نعم وأيضا بالإضافة لدورات خاصة بضباط الصف وكيل عريف لخريجين المتوسطة أو الصف التاسع لتخريج دورات وكيل عريف مشغل آلية وكيل عريف مكافحة بالإضافة إلى دورة البنات اللي نوهنا عنها اللي هي رقيب مفتش وقاية وللعلم غدا هو آخر يوم للتسجيل أونلاين من خلال موقع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب احنا خلال الفترة اللي طافت اللي هي بدأت من 22 ستة نعم سجلوا بحدود لدورة الضباط بحدود أكثر من 400 طلب للوكيل العريف مشغل آلية أكثر من 150 طلب مكافحة أكثر من 400 طلب البنات أكثر من 50 طلب كل هذه الطلبات تعدت الألف طلب نحن محتاجين 220 وهذا يمكن يعطيك مؤشر على مدى الإقبال على دورة الإطفاء وخدن آخر يوم لتقديم طلب خدن آخر يوم لتقديم أونلاين من خلال موقع الإلكتروني موقع الإلكتروني طبعا اللي هو موقع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أي واحد يدخل الآن ليه غدا منتصف الليل يستطيع أن يسجل ويبدأ دورة الفحوصات والاختبارات في حال رغبته في دخول دورات الإطفاء نعم سنكمل هذا الحوار مشاهدينا ولكن بعد هذا الفاصل رجعنا لاستكمال الحوار مع المهندس اللواء خالد يوسف التركيت سعادة اللواء حين تكلمنا عن السبب لهذه الحرائق وهو الحرارة العالية في جو بالصيف ما قاعدين نشوف توعية من قبل الإدارة العامة للإطفاء حتى للمواطن العادي وين دوركم عن التوعية؟ التوعية لا أنت ظلمت الإدارة عن الإطفاء بعد موجود توعية أنا أقول لك أنا شخصيا ما أشوف هذه التوعية يعني بالنسبة للبيوت بالنسبة الأمور اللي ممكن الواحد يتفداها في الصيف صحيح ما قاعد أشوف وين فيه؟ وهو التوعية نحن لدينا أكثر من سبيل التوعية يعني إذا بدأنا من خلال المدارس زيارات المدارس نحن طبعا هم النشء والجيل الصغير يعني له هو أحد الأهداف اللي ممكن تبني معاها التوعية والثقافة في التعامل مع الحريق أو الوقاية من الحريق فلدينا زيارات من خلال إدارة علاقات العامة لدينا للمدارس بشكل مستمر خلال السنة الدراسية لدينا تعاون مع كثير من الجهات الحكومية والمؤسسات والفنات والمستجفيات لعمل برامج توعية خاصة فيها وتدريبية لدينا برامج تلفزيونية وفلاشات في كافة وسائل أعلام وضمنها يعني محطتكم المتشرة في برنامج بس ما في ما أشوف يعني فلاشات دعايات حتى في مواقع التواصل عندكم في مواقع التواصل؟ يعني الإنستجرام لدينا موقع في الإنستجرام يقدم نصائح وقائية نعم موقعكم في الإنستجرام موقعنا ووصل العدد الآن كنا نتكلم منذ سنوات كنا نفتخر بأن العدد وصل إلى ألف وآلفين وثلاثة نحن الآن نتكلم عن 49 ألف متابع لموقع الإدارة الإنستجرام ويقدم حوادث الحريق بشكل مستمر ويوضح أسبابها وهناك فقرات توعية من خلال موقع الإنستجرام وعندكم في تويتر؟ وفي التويتر لدينا موقع لا في تويتر وفي الإنستجرام بالإضافة إلى البرامج المتعددة في المحطات المختلفة لدينا أيضا فلاشات وبرامج مستمرة بالإضافة إلى الزيارات للمدارس والمقار الحكومية وزيارات أيضا تلك المدارس تعتقد راضي على هذه التوعية ولا تعتقد المفروض تكون أكثر خصوصا في فترة الصيف؟ نحن دائما ننظر أن نحن لازم نقدم الأفضل حتى وإن كنا نقدم برامج توعية حتى من خلال مهرجان يوم رجل الأطفاء ليقام سنويا في مناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني وليقام في شهر المارس من كل عام نقوم بعمل مهرجان وفي زوار من كافة مستويات سواء المواطنين مقيمين في مجمعات الكويت المختلفة دائما لنا مواقع في المجمعات وفي الأماكن المزدحمة لنشر الوعي وتوزيع البرشورات المختلفة ولكن يمكن الناس المهتمة يمكن تشوفها الشيء يمكن محتاجين أن ننبه لتلك المخاطر بشكل أكبر لكي يقبل الإنسان على القراءة والإطلاع والاهتمام بعملية يعني الآن اللي يريد أي نصيحة يروح لموقعكم على الإستجرام ويشوف النصائح الوقائية داخل البيت يعني شون خصوصا في هذه الفترة مركز إعداد رجال الأطفاء متى سيتحول إلى أكاديمية سمعنا أننا راح تحولونها صحيح أنا ودي بعد أن أوه السؤال تفضلت فيها التوعية احنا لدينا دورة اسمها إطفائي في كل بيت تقام كل ثلاث شهور بالتعاون مع المركز ابن الهيثم في الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب وهذه مفتوحة لعموم المواطنين المقيمين يسجلون فيها مجانية يتم من خلالها تدريب العامة على التعامل مع الحرائق والتوعية وهي مدتها خمسة أيام وأيضا بدأت في الدورة السابقة بدأت أن تكون أونلاين فيه إقبال عليها فيه عليها إقبال كبير يعني نحن نقبل في كل دفعة ستين مواطن ومقيم ولكن التزيير يكون أكبر من ذلك بكثير لكن نأخذ أول ستين وبدأنا من الدورة التي فاتت أننا نفتحها أونلاين من الممكن أن يسجل ويتابع الدورة من خلال موقع يتم إعطائه للمشتركين ويتابع أونلاين حتى هناك فيها يوم تدريب عملي على استخدام المطفئات وغيرها بالنسبة لمركز إعداد رجال بالنسبة لمركز إعداد رجال الإطفاء انتهت الإدارة عام الإطفاء من دراسة استشارية تم من خلالها وضع الأسس والخطة التي تحويلها إلى أكاديمية طبعا المشروع الأكاديمية هو من شقين شق متعلق بالمباني وشق متعلق بالبرامج والمناهج بالنسبة للبرامج والمناهج بدأنا تنفيذها من خلال الدورات التي ذكرناها وغطيناها ومن ضمنها دبلوم هندسة الإطفاء والآن خلال سنة رح ننتهي من برنامج هندسة الإطفاء وهو دراسة أكاديمية مدتها أربع إلى خمس سنوات يحصل عليها المتخرج على بكالوليوس هندسة إطفاء وأيضا كافة الدورات والمناهج التي يتم تنفيذها حاليا هي مناهج أكاديمية الكويت العلوم الإطفاء طيب شلو الفرق بين المركز وبين الأكاديمية أو المزايا؟ طبعا المركز هو يقوم بالتدريب العملي والنظري ولكن في حدود دورات أما الأكاديمية هي تخرج مؤهلين علميا على مستوى دبلوم وبكالوليوس فعلم هندسة الإطفاء وعلوم الإطفاء الآن علم يدرس وهو شبيه بعلوم هندسة الميكانيك والمدني والكهرباء فهو المتطور أكاديمي سيكون الخريجة يحصل على شهادة أكاديمية وعلمية يستفيد منها ويفيد المجتمع نعم اللواء المهندس خالد يوسف التركيت نبي منك كلمة أخيرة للمواطنين كلمة أخيرة يعني أنا ودي من خلال المحاور اللي نقشناها اليوم في اللقاء أن يعني يهتم المواطن بالخطر أن يكون واعي في منزله وفي عمله لمصادر الحريق سواء المصادر الأكثر انتشاره هو التماس الكهربائي وزيادة الحمل ويتأكد من توفر شروط الأمن والسلامة سواء في منزله أو في مقر عمله ويتأكد أيضا من استخدام المطفى لا بد أن تكون موجودة في المنزل وفي السيارة وفي أماكن الموجودين فيها أجهزة إنذام الحريق اللي هو السموك ديتكتر هذا جهاز يعني سعره بسيط ولكن يعني ممكن أن ينقض أرواح ومتلكات بالإضافة إلى يعني لاحظنا بالفترة الأخيرة في حال وجود حريق أو حادث يعني تكثر الإشاعات ونظريات المؤامرة نسميها هذا نتمنى أنه يكون في ثقة لدى المواطنين المقيمين اللي دارها الإطفاء رح تعلن عن أسباب الحريق وتعلن وتغطي الحريق في المواقع الإلكترونية اللي ذكرناه منها الإنستغرام منذ البداية وللألم يعني يتم حتى وضع رابط ونشره للي يحب يتابع الحريق أثناء الحريق فإحنا يعني نعمل بكل شفافية ونؤكد أن الأسباب اللي رح نوصل لها رح نعلنها ونتمنى السلامة والوقاية للجميع من مخاطر الحريق ومن مخاطر الحوادث آمين اللواء خالد يوسف التركيت شكرا جزيلا لك يا أهلا وسهلا حياكم شكرا المشاهدين لهذه المتابعة ونلقاكم بحلقات أخرى من برنامج لقاء الرأي شكرا